حزب الله يقول لإسرائيل سوف نرد بشكل مفاجئ على الاعتداء قائد أفريكم الجديد يؤكد الاستراج وسلام أهمية دعم الحل الدبلوماسي في ليبيا سيالة يطلب من اليابان تزويد ليبيا بأجهزة لضبط ومراقبة حدودها أهلا بكم إلى التفاصيل الأزمة بين لبنان وإسرائيل إلى مزيد من التعقيد فقد تصدى الجيش اللبناني لثلاث طائرات استطلاع إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية وحلقت فوق منطقتين العديسة وكفر كلا وأطلق النار باتجاهها مضطرها للعودة من حيث أتت بالتزامن تخيم ضبابية على نوايا حزب الله وما يخطط له من رد منتظر على الاعتداء الإسرائيلي فأي مفاجأة يخبئها حزب الله نتابع متابعون للأحداث المتسارعة في لبنان يقولون أن حزب الله وإسرائيل يرقصان على حافة الحرب وفي أبرز المستجدات على الساحة المشتعلة بين الجانبين أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن لبنان أمام عدوان إسرائيلي ولا يمكن التعامل معه كقضية عابرة وكشف أن حزب الله سيوجه ضربة مفاجئة لإسرائيل لا تؤدي إلى حرب معها ولم يفت قاسم بأي تفاصيل إضافية على اعتبار أن أي معلومات أخرى من شأنها أن تخدم إسرائيل وأشار إلى إعجابه بموقف الدولة اللبنانية مما حصل ولكن أشار إلى أن حزبه لا ينتظر ردا من مجلس الأمن الدولي رسميا عقد رئيس الجمهورية ميشيل عون اجتماعا استثنائيا مع المجلس الأعلى للدفاع أكد في خلاله المجلس حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء وأكد أيضا أن الوحدة الوطنية أمضى صلاح في وجه العدوان وفي نشرة سابقة من الدبلو تيفي اعتبر الخبير في شؤون الجيوسياسية والاقتصادية الدكتور بيار عزار أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يدخل في إعطاء أي ضوء أخضر لعمليات عسكرية ضد حزب الله لأنه على أبواب انتخابات رئاسية أمريكية حزب الله عم بيكون ظنين أنه ما يحرج رئاسة الجمهورية خاصة هو الرئيس الجمهورية فيه تماهة فخامة الرئيس عماد مشيل عون أعلن أنه إسرائيل أعلنت الحرب بهذه الطائرتين اليوم هو يقول عند مقال لبنان لكي يقول بأنني لا أريد أن أخرق القرار 17-01 وليس ببعيدا عن لبنان انفجاران منفصلان استهدفا حاجزين للشرطة غرب قطاع غزة وأدتا إلى مقتلي ثلاثة شرطيين وزارته الداخلية في غزة لم تكشف أي تفاصيل عن الجهة المنفذة إلا أن إسرائيل نفت أي مسؤولية لها عن الانفجارين نتابع حالة استنفار أمنية تسيطر على قطاع غزة على وقع انفجارين أوديا بحياة ثلاثة شرطيين في القطاع المحاصر وفي التفاصيل أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة مقتل ثلاثة عناصر من الشرطة وإصابت ثلاثة آخرين جراء تفجيرين منفصلين شبه متزامنين استهدفا حاجزين للشرطة غربي مدينة غزة وذكرت الداخلية أن الأجهزة الأمنية التي تمكنت من كشف الخيوط الأولى لتفاصيل الجريمة ومنفذيها وهي لا تزال تتابع التحقيق لكشف ملبساتها والتي سيعلن عنها في وقت لاحق وأكدت أن هذه التفجيرات المشبوهة والتي تستهدف خلط الأوراق في الساحة الداخلية هي حوادث معزولة ونفت إسرائيل أي مسؤولية لها عن الانفجارين وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه لا علم له بأي ظلوع للجيش في الحادث يأتي كل ذلك في وقت يثير التوتر على الحدود مأخاوف من تصعيد إضافي قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية والمقررة في السابع عشر من سبتمبر وفي اليمن وبعد مواجهات مع قوات التابعة للمجلس الانتقالية الجنوبي استعادت القوات الحكومية اليمنية المعترف بها دوليا السيطرة على محافظتي أبين وعدن في جنوب البلاد تمكنت القوات الموالية للحكومة اليمنية من استعادة السيطرة على محافظتي أبين وعدن في جنوب اليمن بعد نحو أسبوع من سيطرة الانفصاليين عليها وعلنا وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني أن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية استعادوا مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين ويكملون سيطرتهم على جميع مديريات المحافظة إلى ذلك انسحبت القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الطريق الذي يربط محافظة أبين مع محافظة عدن كذلك أعلن الإرياني أن قوات الحكومة استعادت السيطرة على القصر الرئاسي في عدن من الانفصاليين الجنوبيين ودخلت مطار عدن وسيطرت عليه مشيرا إلى أن ضباط وأفراد ألوية الحماية الرئاسية تمكنوا من تأمين قصر المعاشيق في العاصمة الموقعة عدن والمناطق المحيطة بشكل كامل وأن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية يفرضون سيطرة كاملة على مديريات محافظة عدن ويأتي هذا التطور بعد ساعات من إعلان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عيد روس لزبيدي أن أحداث الأسابيع المنصرمة في عدن وأبيان وشبوة كشفت حجم التواطئ بين الحوثيين والإخوان وباقي التنظيمات الإرهابية ودعا كافة الفاعلين الإقليميين والدوليين لدعم قدرات أجهزة الأمن ومكافحة الإرهاب في الجنوب مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المبكرة في تونس لا يزال الجدل بشأن التزكيات الشعبية والبرلمانية قائما في ظل تشكيك شعبي في نزاهة القضاء التونسي بالتعامل مع تزوير التزكيات نتابع خطوات قليلة تفصيل على موعد التصويت للانتخابات الرئاسية في تونس تتالت معها شكاوى الناخبين بعد اكتشاف ورود أسمائهم ضمن قائمة التزكيات لمطر الشحين دون علمهم وجدل حول الإجراءات المتخذة بالخسقصة حسب الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فأن التزكيات التي تتم دون علم أصحابها هي جريمة مركبة لا يتحمل مسؤوليتها المترشح لوحده لقنا في التزكيات متاعه هناك أرقام بطاق تعريف وأسامي أشخاص وإمضاء لأشخاص عمرهم الزكاوى هذا يتسمى التدليس هذا يتسمى التزوير هذا قلناه في البيانة من طعال الهيئة اللي عنده أكثر من جماعتين قلنا راهو في الحالة هذية يطبق على المترشح الفصول 172 و175 من المجلة الجزائية ويعاقب العقوبات اللي منصوص عليها هذا خلنا نقول أنه حتى في تطبيق هذه الفصول هناك إشكاليات قانونية من جهتها أعلنت هيئة الانتخابات أن كل من ثبت لديه أنه تم استعمال رقم بطاقة تعريفه الوطنية لتزكية أحدى المترشحين دون رغبة منه يمكنه إداع شكاية لدى وكيل الجمهورية في انتحال الصفة أو إداع شكوى لدى الهيئة التزكيات الشعبية تم التعاطي معها تقريبا كل التزكيات تم التثبت منها فما تزكيات القينها وأنه ما عنده سيفة الناخب أو أن الهوية ما تتبقش معه الإسم المدرج بقيمة المزاكين أو نفس المزاكي يكون تزكى في نفس القايمة مرتين وثلاثة وأكثر حتى المتابعون للملف أكدوا أن القانون الانتخابي يتضمن فراغات تشريعية عديدة بالنسبة للعملية الانتخابية ولا يتيح لهيئة الانتخابات إمكانية الضرب بقوة على أياد المخالفين ووجب تعديل القانون الانتخابي في أقرب الأجهل مرة أخرى تستهدف غارات جوية منطقة قريبة من موقع عسكري تركي في شمال غرب سوريا في حين أكد الرئيس التركي رجب طيب أردغان أن بلاده ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية قواتها المنتشرة في منطقة إدلب في شمال غرب سوريا شنت طائرات حربية لم تحدد هويتها غارات قرب نقطة مراقبة تركية في شمال غرب سوريا حسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان جاء ذلك غدا تتأكيد أنقرة أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في المنطقة التي تنتشر فيها نقاط مراقبة تركية عدة بموجب اتفاقات مع روسيا وأضاف المرصد أن الغارات وقاعات قرب نقطة مراقبة تركية أخرى في ريف حما الشمالي الغربي المحاذي لإدلب مشيرا إلى أنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانت الطائرات سورية أو روسية نتيجة اقتضاض الأجواء بالطائرات وكثافة القصف الجوي في هذا الإطار أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثرى لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أن هجوم الحكومة السورية في شمال غرب البلاد يدفع تركيا إلى استخدام حقها في الدفاع عن نفسها وأن أنقرة تتخذ الإجراءات اللازمة عند الضرورة بعد إبرام صفقة منظمة S-400 بين روسيا وتركيا تبحث موسكو صفقة لتزويد أنقرة مقاتلات سخوي 57 وسخوي 35 العسكرية وأعلن رئيس الخدمة الاتحادية للتعاون العسكري الفني ديمتري شوغايف أن أنقرة أبدت اهتماما كبيرا بذلك لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه الحديث عن مفاوضات بشأن إبرام أقود إذا لا يوجد طلب بعد ويتعين إجراء مشاورات كما قال قالت حركة طالبان أنها بصدد التوصل إلى اتفاق نهائي مع مسؤولين أمريكيين بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد بأن لا تصبح البلاد ملاذا للجماعات المتشددة وقال ناطق باسم المكتب السياسي لطالبان سهيل شهين نأمل في أن تكون لدينا قريبا أنباء صار لدولتنا الإسلامية التي تسعى للاستقلال وكانت الحركة أعلنت أنها تضع اللمسات الأخيرة على النقاط التقنية من اتفاق مع واشنطن في المحادثات التي تعقد في العاصمة القطرية الدوحة موجة غضب عارما أثارها رئيس الوزارة بوريس جونسون بطلبه تعليق عمل البرلمان لمنع النواب من مناقشة ملف بريكزيت والمعارضة تصف الأمر بالفضيحات دستورية غضب عارم في بريطانيا من طلب رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان وفي التفاصيل طلب جونسون تعليقا موقعا لعمل البرلمان من منتصف سبتمبر وحتى منتصف أكتوبر في إجراء من شأنه إعاقة جهود النواب الذين يطمحون لعرقلة بريكزيت من دون اتفاق هذا الطلب أثار امتعاض النواب المعارضين ومجلس العموم الذي اعتبر رئيسه أن ما يود جونسون القيام به هو فضيحة دستورية زعيم حزب العمال المعارض جريمي كوربين الذي يسعى إلى حجب الثقة عن حكومة جونسون علاقا على الأمر كالآتي تعليق البرلمان غير مقبول ما يفعله رئيس الوزراء هو استلاء على ديمقراطيتنا وحقنا في البحث في ملفات شائكة كبريكزيت وهو يسعى إلى تعليق البرلمان لمنع النواب من مناقشة ملف بريكزيت إلى ذلك اتفق زعماء أحزاب المعارضة في بريطانيا على محاولة وقف الخروج بدون اتفاق عبر تشريع برلماني يغلق الباب في وجه مساعي حكومة جونسون من تنفيذ ما يهواه هذا وأشارت الصحفية المتخصصة في الشؤون البريطانية والدولية الدكتورة هالا دياب في نشرة سابقة من الدوليو تيفي إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سينجح في الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق بعد تعليق البرلمان الحل الذي يمكن أن يوقف بوريس جونسون هو مثل ما يقولوا يعني معارضة داخلية من قبل حزب المحافظين أنفسهم الذين يمكن أن يتعاونوا مع حزب العمال ويقوموا على تصويت نو كونفيدنس بمعنى عدم الثقة بالقرار الرئيس الوزراء وذلك سوف يقود إلى جنرال إليكشن أو ما يقولون بإنتخابات عامة أو بنيورفرندم يعني بيعطاء حق التصويت للشعب بالخروج أو عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي إيطاليا التي تشهد منذ ثلاثة أسابيع أزمة غير مسبوقة بسبب انهيار الائتلاف الحكومي السابق تسارعت فيها الأحداث بين الأمس واليوم فما هي أبرز التطورات؟ يوم حاسم عاشته إيطاليا بالنسبة إلى المشهد السياسي إذ كان هناك خيران لا ثالثة لهم إما أن تنجح حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي في الاتحاد لتشكيل حكومة جديدة أو أن يعلن الرئيس تنظيم انتخابات وبعد مباحثات الليلية تم تعليقها واستبدالها بهجوم كلامي التقت حركة خمس نجوم الحزب الديمقراطي للتفاوض بشأن برنامج مشترك وتوزيع المناصب الوزرية وقبل الاجتماع أعلن زعيم الحزب الديمقراطي في مجلس النواب جرازيانو ديلريو نعمل على مضمون البرنامج الأحداث المتسارعة في البلاد علق عليها الرئيس الأمريكي دولاندو ترامب الذي نشر تغريدة على تويتر كتب فيها أن الأمور تسير بشكل جيد لصالح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيب بيكونتي وأشهد ترامب بيكونتي الذي التقى في قمة مجموعة السبع واعتبر أنه مثل إيطاليا بقوة في مجموعة السبع هو يعشق بلده ويتعامل جيدا مع الولايات المتحدة وعليه أمل ترامب أن يبقى كونتي الموهوب جدا بنظره في منصب رئاسة الوزراء استدعت كوريا الجنوبية سفير اليابان للاحتجاج على قرار إلغاء تمتعها بتسهيلات تصديرية في حين رفض السفير التعليق على الشكوى الرسمية التي قدمتها سيول وزالت اليابان جارتها كوريا الجنوبية هذا الشهر مما يعرف باسم القائمة البيضاء الخاصة بالشركاء التجاريين الذين يتمتعون بمزايا تفضلية وهو ما يعني تعقيد إجراءات التصدير ودفع هذا القرار كوريا الجنوبية بدورها لرفع اليابان من القائمة التفضلية وإلغاء اتفاق لتبادل المعلومات النشر متواصل وفيها بعض الفاصل قاضية المهاجرين إلى أوروبا تقلق الاتحاد الأوروبي من جديد أهلا بكم وفي الشأن المحلي أكد القائد الجديد للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكما الجنيرال ستيفن تاونساند على أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع في ليبيا وقد التقى تاونساند في تونس رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج والمبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة في حضور السفير الأمريكي ريتشارل نورلاند لقاء هو الأول جمع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد الجديد للقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أفريكم الذي أكد أهمية دعم الحل الدبلوماسي لإنهاء النزاع في ليبيا اللقاء جرى في تونس التي تشهد سلسلة اجتماعات تركز على الأمن الثنائي الأمريكي التونسي وعلى المصالح الأمنية الأمريكية في ليبيا بحضور السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارل نورلاند وأشار بيان أفريكم إلى أن هذا اللقاء بمثابة فرصة لبناء علاقات جديدة وهي تواصل مراقبة الأوضاع في ليبيا على الرغم من عدم وجود أفرادها هناك المناقشات شملت أيضا موضوعات البيئة الأمنية وأهمية معالجة تهديد منظمات متطرفة العنيفة القائمة وشددت على التزام بإجراء حوار مفتوح وشفاف حول هذه القضية الأمنية العاجلة ونوها البيان إلى أن الجنرال تاونسند والسفير نورلاند سيلتقيان لاحقا مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة لمناقشة سبل التعاون التي يبذلها الجيش الأمريكي مع الأمم المتحدة لدعم التسوية السياسية في ليبيا كما التقى المبعوث الأممي للدعم في ليبيا غسان سلامة ونائبته استيفاني ويليامز الجنرال تاونسند والسفير نورلاند في تونس أيضا وذكرت البعثة الأممية أن سلامة أطلع قائد أفريكم والسفير الأمريكي على أليات وأفاق العملية السياسية وأكدت البعثة أن التسوية السياسية هي السبيل الوحيد لضمان أمن البلاد عرض الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة على الرئيس التونسي محمد الناصر ترميم موقف دولي موحد من المسألة الليبية وأشار سلامة إلى تطور مشجع في قمة الدول السبع الصناعية في بياريدز يمكن البناء عليه لترميم موقف دولي موحد يسمح للليبيين استعادة عافيتهم ويسمح للدول المجاورة لاستفادة من الاستقرار في ليبيا كشفت صحيفة ليبيون الفرنسية اعتراف الرئاسة الفرنسية لأول مرة عن مسؤوليتها في الصراع الليبي وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس إيمانويل ماكرون قال خلال قمة السبع الكبار في بياريدز الفرنسية أننا تمكننا من الاتفاق على وقف القتال مع بعضنا البعض بالوكالة في أراضي ليبيا ودائما بحسب ما نقرت الصحيفة عن ماكرون استحوذ موضوع تأمين الحدود الليبية مع جيرانها النصيب الأوفر من لقاء وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة مع وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا في العاصمة اليابانية توكيو كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين تعاون ليبي يابني في تدريب خفر السواحل وحرس الحدود ضمن اتفاق جديد مع وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوايا في العاصمة اليابانية توكيو كما تم بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وذكرت خارجية الوفاق أن اللقاء بحث سبل تطوير التعاون والاستفادة من خبرة الجانب الياباني خاصة في مجال التدريب وبناء القدرات وإمكانية تزويد الدولة الليبية بأجهزة مراقبة الحدود ورفع كفاءات الكوادر الليبية في مجال مكافحة الهجرة غير القانونية ومكافحة الإرهاب إلى جانب عودة السفارة اليابانية للعمل من داخل العاصمة ترابلس يذكر أن الحدود الليبية غير مضبوطة إلى حد كبير كما يشكل تأمين الأطراف أحد أكبر التحديات التي تواجهها البلاد ويتيح ضعف مراقبة الحدود لأسواق السلاح والبشر والمخدرات أن تزدهر إلى جانب عمليات الاتجار غير المشروع مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على ليبيا والمنطقة ككل طالب عدد من آضاء المجلس الأعلى للدولة عن المنطقة الجنوبية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز الصراج بإعلان مرزق منطقة منكوبة تحتاج إلى مساعدات عاجلة وتقدمت الهيئة الفزانية بمبادرة لأحلال السلام في مرزق واعتبار المدينة محايدة وخالية من المظاهر المسلحة وطالبت بتفعيل القضاء ومراكز الشرطة وتعويض المتضررين وإغاثتهم وإعادة النازحين تعرض حساب حكومة الوفاق الوطني الموثق على موقع تواصل الاجتماعي تويتر للاختراق ونشر عليه بيان حول استقالة المجلس الرئاسي لكن المكتب الأعلامي للمجلس نفى سريعا صحة البيان المزور كما وصفه وأكد تعرض الحساب للاختراق قضية المهاجرين إلى أوروبا أصبحت من أبرز القضايا التي تقلق الاتحاد الأوروبي وفي هذا الإطار تحدثت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن مخاوف من فقدان عدد من المهاجرين جراء غرق سفينة قبالة ساحة ليبيا باتت قضية المهاجرين إلى أوروبا من أبرز القضايا التي تقلق الاتحاد الأوروبي وتهدد بتصدعه بعد أن تفاقمت مع الأزمات السياسية والاقتصادية في الدول الأفريقية خاصة في ليبيا حيث أن مسلسل غرق السفن والقوارب بات شبه يومي خصوصا قبالة السواحل الليبية جديد هذه القضية ما قاله المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين شارلي يكسلي إن هناك مخاوف من فقدان نحو أربعين مهاجرا جراء غرق سفينة قبالة ساحل ليبيا وإن عدد الناجين بلغ نحو ستين شخصا وتحدث يكسلي عن ورود معلومات مروعة عن احتمال حدوث خسائر كبيرة في الأرواح جراء غرق هذه السفينة يأتي هذا بالتزامن مع إنقاذ حرس السواحل القطاع الأوسط قرابة 65 مهاجرا وانتشال 5 جثث قبالة سواحل الخمس هذا المشهد المتكرر قابله قرار ليس بالجديد من وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني بحظر دخول سفينة إنقاذ مهاجرين تابعة لمؤسسة ميشن لايفلاين الخيرية الألمانية إلى المياه الإيطالية يذكر أن سالفيني المناهض بشدة للهجرة له دور فعال في رفض دخول سفن إنقاذ المهاجرين إلى المواني الإيطالية وكثيرا مشتكى من أن دول الاتحاد الأوروبية الأخرى لا تتحمل نصيبها العادل من المهاجرين الوفيدين ويبقى السؤال إلى متى سيستمر هذا الخلاف الأوروبي ومن الذي يتحمل مسؤولية الأرواح التي ابتلعتها أمواج البحر هذا واعتبر الباحث هو المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء حسن الشاغل في نشرة سابقة من الدبلو تيفي أن عدم استقبال إيطاليا للمهاجرين يأتي في إطار الضغط على الدول الأوروبية الأخرى للمشاركة في استقبالهما إيطاليا تعيش حاليا من الانهيار الاقتصادي وهي تريد أن تتحمل أبداً يأتي من الدول الأفريقية أو شمال أفريقيا من المهاجرين الموقف الأوروبي يجب أن يدعم إيطاليا في توزيع المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا أو من تركيا حتى ولكن هناك دول تعارض هذا القانون نتابع النشر بعض فاصل قصير وفيها حرائق الأمازون كارثة بيئية بحجم الكرة الأرضية من جديد أهلا بكم كارثة بيئية تحل بالكرة الأرضية التي تتنفس بواسطة غابات الأمازون فالحرائق في رئة الأرض امتدت عبر حدود الدول المتجاورة نتابع أمست حرائق غابات الأمازون بين بوليفيا والباراغوي والبرازيل كارثة دولية بعدما التهمت أكثر من مليون هكتار فقد اقترحت بيرو وكولومبيا عقد قمة طارئة لدول أمريكا اللاتينية لتنسيق استراتيجية لحماية الغابات التي تمتد إلى كل من بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغويانا الفرنسية وغويانا وبرو وسورينام وفنزويلا وقد انضم الرئيس البوليفي إيفو موراليس إلى رجال الإطفاء في سانتروزا للمساعدة في إخماد الحرائق وفي الأمازون البرازيلية تلتهم الألاف من حرائق الغابات أكبر غابة في العالم حيث تضاعفت الحرائق مقارنة بالعام الماضي وقد تعهد الرئيس البرازيلي يائير بولسونارو بتعبئة الجيش للمساعدة في مكافحة الحرائق التي تفاقمت بسبب التقص الجاف كما قال لكن منتقديه يقولون إن دعوة بولسونارو لفتح الأمازون أمام المزيد من الزراعة وقطع الأشجار أثارت حرائق متعمدة وقد شهدت الليلة الماضية شاحنات تنقل جذوع أشجار قطعت من الأمازون ولكن ولا حتى النار تبعد لبرازيليين عن كرة القدم لقي 23 شخص على الأقل مصرعهم وجرح 13 في حريق انفحانة نتج عن إلقاء قنابل حارقة في صراع بين عصابات تجارة المخدرات في ولاية فيراكروز شرق المكسيك وموقع المنطقة الاستراتيجية على السحل المكسيك يجعلها طريقة لتجار المخدرات والمهربين الذين ينقلون مهاجرين غي قانونيين إلى الولايات المتحدة وكثيرا ما تندلع في تلك الولاية معارك دامية بين كارتلات المخدرات المتنافسة والعصابات للمرة الثانية في أقل من شهرين ثار بوركان سترومبولي في جنوب إيطاليا لكن من دون إصابات هذه المرة ثار بوركان سترومبولي الواقع في جنوب إيطاليا قبالة ساحل سقلية ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان في انفجار هو الثاني في أقل من شهرين وقال المعهد الوطني للفيزياء الجيولوجية وعلم البراكين إن انفجارا شديد الكثافة سجل في الساعة العاشرة والربع بتوقيت جرينتش ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار وكان البركان نفسه قد ثار في شهر يوليو الماضي ما أسفر عن مقتل شخص وقال رئيس منطقة سقلية نيلو موسوميتش إن رصيف القوارب الخاصة في الجزيرة قد تم تعليقه لساعات عدة كإجراء وقائي في النهاية نذكركم بموقعنا الإلكتروني وصد والتيفي تصبحون على خير اشتركوا في القناة